أهلا بكم من جديد ونقلب معكم عددا من الملفات نبدأ الحرة الليلة بالتأكيد من الأزمة الأوكرانية والتي سنخصص لها الجزء الأكبر من حلقة اليوم إذ يزداد خطر الانزلاق نحو المواجهة العسكرية مع إعلان موسكو بأن أمنها غير قابلا للتفاوض وإعلان كييف حالة الطوارئ وبدأ تدبير استدعاء جنود الاحتياط في المقابل كان موقف الغرب موحدا في وجه خطوة موسكو الاعتراف باستقلال منطقتين لوغانسك ودونسك الانفصاليتين عن أوكرانيا تنظير رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاحتفالات بيوم حماة الوطن بانحراف أزمة أوكرانيا أكثر بعيدا عن المسارات الدبلوماسية لحلها فبوتين وفي خطاب مصور للمناسبة بدى انفتاحا مشروطا على الحوار وشروطه التي وضعت أمن روسيا خارج أطر التفاوض تنبئ بأن خطط الكريملين مع ما اتخذه من خطوة الاعتراف بما يسمى استقلال جمهوريتي دونسك ولوغانسك عن أوكرانيا أو استقدامه للمزيد من التحشيدات العسكرية إلى محيطها على ما تظهر صور الأقمار الصناعية قد لا تكون سلمية تكاهنات تعكسها بوضوح التصريحات الصادرة عن العواصم الغربية حيث يشتد القلق من تحضير موسكو لاجتياح شامل لجارتها نتوقع بأننا اجتياحا شاملا لأوكرانيا ونظن بأن إمكانية حدوثه محتملة جدا لا نعرف بالضبط متى سيحدث ذلك ولكننا رأينا التحشيدات الروسية قرب الحدود ورأينا بوتين يعترف بما يسمى بالجمهوريات في دونباسا ورأينا جميع النذر على غزو جدي وهذه التوقعات تتردد أصداؤها أيضا في كييف حيث أعلن مجلس الأمن القومي حالة الطوارئ في جميع أراضي البلاد باستثناء دونتسك ولوغانسك التي تعيشان على وقعها منذ 2014 وبدأت السلطات باستدعاء جنود الاحتياط في خطوة تشي بالتحضير للأسوأ فيما باشرت موسكو بإجلاء جميع موظفي ممثلياتها الديبلوماسية عن أوكرانيا ونذر انزلاق الأزمة نحو المواجهة تبدو واضحة في مناطق الشرق التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو فهنا أعلنت القوات الأوكرانية تعرض مدن وبلدات خاضعة لها لقصف متزايد بينما اتهم انفصالي دونتسكييف بتصعيد ما وصفوه بالعدوان ضدهم إلى مستويات خطيرة ونفى المسلحون أن تكون روسيا قد نشرت قواتها في دونباس بالرغم من رصد رويترس قبل ساعات وصول ارتالم من الدبابات والتحشيدات إلى المنطقة وتبني البرلمان الروسي طلب الكراملين بنشر قوات خارج الحدود وتعقد دوامة التصعيد جهود إحياء مسارات الحل الدبلوماسية إذ تشترط دول أوروبا التي تتمسك بأهمية إبقاء أبوابها مفتوحة بأن تتخذ موسكو خطوات باتجاه خفض التوتر وإلا فإنها ستظل قابعة فيما وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بالعزلة الدولية واتهمت باريس بوتين بالسعي لإلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة وديؤكد الاتحاد الأوروبي بأنه جاهز للتعامل مع السيناريوهات كافة بشأن أوكرانيا بدى البنتاجون وكأنه يستعد بدوره لمثل هذه السيناريوهات حيث أمر بنشر تعزيزات عسكرية بينها مقاتلات F-35 في دول حوض البلطيق وبولندا لتمكين الدفاعات الشرقية لحلف الأطلس النيتو فيما أعلنت بريطانيا بأنها سترسل المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى كييف في مناقشة لهذا الموضوع ينضم إلينا ضيفي من واشنطن السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسية دوغلاس لود أهلا بك معنا سيد دوغلاس أبدأ معك بداية مما أعلنه البنتاجون قبل قليل والذي قال بأن الرئيس بوتين جاهز تماما لإطلاق عملية اجتياح واسعة على الأرجح وبالتالي اتجاه روسيا لإرسال قواتها إلى شرق أوكرانيا إلى أي مدى يشي بطبيعة الحال على أن روسيا ستتجه إلى تصعيد عسكري محتمل قد يكون في الأيام أو في الساعات القادمة الرئيس بوتين بالتأكيد لديه القدرات العسكرية والقوة العسكرية لتجاوز هاتين المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا إذا اختار ذلك نحن نحاول أن نقيم واشنطن تحاول أن تقيم مع حلفائنا في الناتو وفي أوكرانيا وهل الرئيس بوتين لديه النية لاستخدام هذه القدرات وفي نهاية المطاف الأمر يعود إلى السيد بوتين سلسلة طويلة من العقوبات سيد دوغلس فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الدول الغربية وهذه العقوبات من المحتمل أن تستمر وتستمر أكثر في حال اتجهت روسيا إلى دخول كييف ربما ولكن أليست هذه العقوبات التي فرضت حتى الآن من الممكن أن تمنع الرئيس بوتين من اتخاذ أي تصعيد عسكري؟ من السابق لأوانه أن نقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضوا أول جولة من العقوبات والهدف هو الإشارة إلى الرئيس بوتين بأننا سنفرض عقوبات وستكون هناك تداعيات إذا اختار السيد بوتين تصعيد الأزمة هناك عدة مصارف وقعت عليها عقوبات وهذا عبارة عن مثال للعقوبات المالية التي يمكن أن تأتي لاحقا هناك أيضا أشخاص مرتبطين بالسيد بوتين فرضت عليهم العقوبات وهذا أيضا مثال لما يمكن أن يأتي لاحقا هذه هي الجولة الأولى من هذا التفاعل لكن السؤال المطروح سيد دوغلس هل من الممكن فعلا أن تأتي هذه العقوبات بأي نتائج؟ العقوبات التي فرضت على روسيا في 2014 ربما كان لها تأثير اقتصادي داخل روسيا ولكن ذلك لم يقوم سلوك روسيا هذا غير واضح ما إذا كان السيد بوتين سيردع هذا غير معروف إلى أن يحدث ونحن نعتقد أننا إذا أوضحنا نتائج أفعال السيد بوتين وإذا فعلنا هذا بتضامن وتماسك ما بين حلفاء الناتو الثلاثين والسبع وعشرين عضو في الاتحاد الأوروبي فإن هذا سيؤثر على حسابات السيد بوتين ولكن في الواقع لا أحد يعرف عدى السيد بوتين في ضوء كل المعطيات التي حصلت مؤخرا سيد دوغلس وخصوصا المواقف التي توحدت فيما يخص موضوع فرض العقوبات سواء من الدول الغربية أو حتى واشنطن إلى أي مدى نتحدث الآن عن أنه قد نشهد تشكيل جبهة موحدة أممية ضد السلوك الروسي وخصوصا أن روسيا أيضا عضو دائم في مجلس الأمن أعتقد أننا نرى ذلك نرى جبهة موحدة لو نظرت على هذه المجموعة من العقوبات الأولى العقوبات الأمريكية والعقوبات البريطانية وعقوبات الاتحاد الأوروبي كلها منسقة فيما بينها وهذه علامة جيدة وهذه تشير إلى الرئيس بوتين إلا أنه لن يكون ناجحا في تقسيم القادة الغربيين حتى يتعاركوا فيما بينهم لا توجد أي فجوة بين هذه المجموعات الثلاث هل من الممكن أن نتحدث بأنه ما زال هناك مساحة للدبلوماسية؟ نعم سيكون هناك دوما مساحة للدبلوماسية معظم النزاعات تنتهي بنتيجة دبلوماسية وبالتالي في نهاية المطاف الأمر يعود في النهاية إلى الدبلوماسية وهذه هي النقطة اللافتة عندما نتحدث عن الدبلوماسية قد تكون هناك وساطات أغلب الدول التي كانت تلعب دور الوساطات تتجه نحو الحوار تحديدا نتحدث عن فرنسا وألمانيا هي أيضا نددت بإعلان موسكو استقلال جمهوريتي الدومباس اتجهت إلى فرض عقوبات ألمانيا تحديدا علقت خط غاز نوردستريم إثنان وبالتالي من سيتولى هذه الدبلوماسية في هذه المرحلة المقبلة؟ من الممكن أن نرى الدبلوماسية بأوجه متعددة ربما روسيا تنخرط مع الناتو في منبر يشار إليه بمجلس الناتو روسيا أو روسيا كجزء من منظمة الأمن والتعاون في فيينا وكما ذكرت روسيا واحدة من الدول الأعضاء هناك منابر متعددة إذا كانت الدبلوماسية جاهزة وصيغت هذه الدبلوماسية برأيك يعني بالأمس الرئيس فراديمير بوتين أعلن انتهاء اتفاقية منسك وقال بأنه غير ملتزم بما يأتي في بنودها برأيك هل سيتم طرح ربما اتفاقية جديدة قد ترد جميع الأطراف؟ من الواضح أنه أغلق الباب على عملية منسك وبالطبع كانت هي منبر أربع دول أوكرانيا، روسيا، فرنسا وألمانيا هذا المنبر يبدو أنه لم يعد مفيدا ولكن هذا لا يغلق أطر ومنابر أخرى وبالتأكيد لا يغلق النتيجة الدبلوماسية في نهاية المطاف أنا أشكرك جزيلا شكر ضيفي من واشنطن السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي دوغلاس لوت شكرا جزيلا لك شكرا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش أعرب عن قلقه بشأن ما وصفه بتحريف مفهوم حفظ السلام وأضح أنه عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها فهم ليسوا جنود حفظ سلام محايدين موقف جوتاريش تزامن مع إعلان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء أو الخميس ويأتي هذا في عقاب حزمة من العقوبات أعلنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا ضد روسيا رفض دولي واسع النطاق ضد التحركات الروسية ترجمته سلسلة العقوبات التي فرضت ضد موسكو على خلفية اعترافها رسميا باستقلال منطقتين دونياتسك والوجانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن حزمة أولى من العقوبات على روسيا بالتنسيق مع حلفاء وشركاء واشنطن على مستوى العالم وقال إن العقوبات تشمل مصرفين روسيين كما تطال مسؤولين بارزين من الروس بالإضافة إلى فرض إجراءات لقطع بعض أجزاء الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد أعضاء في البرلمان الروسي صوتوا لصالح الاعتراف بما يسمى جمهوريتي دونياتسك والوجانسك كما استهدفت العقوبات الأوروبية بنوكا في روسيا بالإضافة إلى حجب قدرة موسكو على الوصول إلى الأسواق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وقد أعلن وزير الخارجي الفرنسي أن أول حزمة للعقوبات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري كما أشار إلى احتمال فرض حزمة عقوبات أخرى لاحقا هذا وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على خمسة بنوك وثلاثة من نجال الأعمال الروس فضلا عن أعضاء بالبرلمان الروسي ضمن حزمة موسعة من العقوبات وقد هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوسيع نطاق العقوبات ضد موسكو مشددا على أنها ستكون قوية وقاسية تمثل هذه أقصى العقوبات التي فرضناها ضد روسيا على الإطلاق وهي تستهدف أشخاص مقربين للغاية من الكراملين ومصارف محورية تسهم في تمويل النظام في موسكو كما أننا سنحرص على عدم استمح لروسيا ببيع سندات دينها السيادي في الأسواق العالمية ونستهدف أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح قرار الاعتراف لكن أبرز العقوبات تمثلت بتعليق ألمانيا التصديق على تشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي الوارد من روسيا نورد ستريم اثنين الذي كان يفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلتيق وقد تجاوزت العقوبات الولايات المتحدة وحلفائها في القارة الأوروبية إذ أعلنت أستراليا فرض عقوبات على ثمانية مستشارين أمنيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفته بغزو روسيا غير المبرر وغير المقبول لأوكرانيا وفي اليابان أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضا أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا وضد أفراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا التين يسيطر عليهم موالون لموسكو وتشمل عقوبات توكيو حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين بما يسمى بالجمهوريتين إضافة إلى تجميد أصولهم ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين نبقى بملف الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط أندري مورتزين أهلا بك معنا يعني بداية سيد أندري كيف يمكن لروسيا أن تصف انتشار قواتها في شرق أوكرانيا بأنها قوات لحفظ السلام وهي قوات غير محايدة بكل الأحوال صحيح بالفعل القوات الروسية هي غير القوات حفظ السلام هي القوات الجيش الروسي المنظم ولكن القوات الروسية لم تدخل بعض إلى أرادة الأوكرانية ولم تدخل بعض إلى أرادة الجمهوريات جمهوريات دونيسك والوهانسك التي اعترف بهم بسيد أندري في هذه النقطة وسائل إعلام متعددة نشرت صور لأليات عسكرية روسية كانت تتجه إلى دونيسك بالفعل كانت تتجه ولكن هي لم تعبر الحدود لم تعبر الحدود للأوكرانية والأقوال للصحافة الأمريكية والغربية والمسؤولين الأمريكان هذا الكذب لم يكن التوهل كانت اعترف بجمهورياتين دونيسك والوهانسك عن منفصلاتين عن كييف ولكن روسيا جاهزة أن تدخل هذه القوات إلى أرادة دونيسك والوهانسك لتدفع عن المواطنين هذين الجمهورياتين هناك أربع ملايين ناسما وهم كانوا يتطرون الخطر من قبل القوات الأوكرانية التي كانت تقوم بقصف المدنيين على مدى سبع سنوات الأخيرة للأسف الشديد اتفاقية منسك التي وقت في 2015 لم تؤدي إلى التسوية لم تؤدي إلى تسوية إطلاقا وأن لا أم المتحدة سيد أندريف بكل الأحوال الرئيس الروسي فلاديمير كوتن حصل يوم أمس على قبوة من البرلمان لإرسال قوات خارج البلاد ولكن هل من الممكن أن نقول في نهاية المطاف هذه القوات العسكرية التي يتم إرسالها إلى جمهوريتي الدونباس هي قوات دعم عسكري أكثر من أن يطلق عليها أي صفة أخرى بالفعل الرئيس بوتن حصل من البرلمان الحق في استخدام القوات خارج أراد روسيا ولا تستبعد روسيا لا يستبعد بوتن إمكانية إرسال هذه القوات إلى الجمهوريتي دونسك ولوغانسك ويجب أن أخذوا بأن الاعتبار أن القوات الأوكراين متحشدة في حط التماس من جانب آخر وهناك أكثر من مئة ألف عسكري الصحافة الغربية لا تتكلم عن هذا التحشد من الجانب الأوكرايني وروسيا تدافع أن المواطنين الذين يعيشون هناك طبعا الانفصليون هم المواليون لروسيا وروسيا اعترفت بهم بس ألا ترى بأنه من الطبيعي أيضا السبب هو أعذرني على هذه المقاطعة سيد أندري ألا ترى من الطبيعي أن كييف تقوم أيضا بالتحشيد لأن هناك تهديد متوقع بأي عمل عسكري قد تقوم به روسيا صحيح ولكن تحشد الكوات الروسية جاء ردا على تحشد الكوات الأوكراينية في خط التماس بين دونيسك واللوغانسك وصائل الإعلام الأمريكية والخربية لم تتكلم ولا كلمة أن تحشد الكوات الأوكرانية من جانب آخر وكانت تتهم روسيا بالعضوان والعضوان لم يبدأ لم يهدس أنا أريد أن أخذ كثيرا في هذه النقطة سيد أندري بس أود أن أنوه أيضا وسائل الإعلام المختلفة رصدت صور متعددة للمواطنين الأوكرانيين يتدربون على حمل السلاح يستعدون لأي غزو روسي محتمل هذا كان مصلط من قبل وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية منها لكن دعنا نركز على موضوع آخر سيد أندري اعذرني يعني برأيك في ضوء هذه العقوبات التي فرضت الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الغرب أيضا وتحديدا فيما يخص تعليق خط نوردستريم إثنان من قبل ألمانيا هل من الممكن فعلا أن تتوقف روسيا عند هذا الحد دون أن تدخل في أي تصعيد عسكري قد يكون محتملا حتى الآن يعني كل المؤشرات تتحدث بأن التصعيد العسكري وارد حدوثه بالفعل روسيا تدرك تماما أن العقوبات ستكون مؤلمة ولكن أول عقوبات التي فرضت على روسيا كانت في 2014 بعد اندمام الشيء بجزيرة القرم وهذا العقوبات لم تغير سلوك الرئيس واردمر بوتين وأعتقد أن العقوبات الجديدة السارمة لن تغير سلوكه بوتين لن يتخل أنا أعتقد من ذلك وكانت هذا العقوبات متوقع طبعا هناك ضرر شديد على الاقتصاد روسيا ويجب أن نأخذ بأن الاتبار أن العقوبات كانت الجزء من الاستراتيجية إدارة جو بايدن منذ تولي السلطة منذ دخوله البيت الأبيض علنت تعقيدة الردع الروسي ما معنى الردع الروسي اقتصادين وخنق اقتصاد الروسي وطرد روسيا من السوق الطاقة الأوروبية واستبدال الغاز الروسي الذي يأتي إلى المانية باستبدال ولكن تم تحذير روسيا تم تحذير روسيا سابقا سيد أندري استبدال بالغاز الليبرالي تم تحذير روسيا سابقا بأنه إذا اتخذت أي خطوة صايدية ستقابل بعقوبات من قبل واشنطن والغرب براي رئيس بوتين العقوبات قد فوردت في إي حال والأحوال وإذا لم يكن اعتراف بهذه الجمهوريات قد وجدت الحجة الأخرى لفرد العقوبات الهدف هو ردع روسيا ردع اقتصادين والسياسيين وعسكريين الملاف الاوكراني والنزال الاوكراني هذه الحجة لفرد العقوبات وخنق الاقتصاد الروسي من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية توصح شكرا جزيلا لك ضيفي من موسكو المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط أندري مورتزين شكرا لك